ملف تعز يسيطر على الهدنة والمناقشات في عمان وهو أكثر الملفات تعقيداً في الأزمة كون حصار ميليشيا الحوثي لمدينة تعز يعزلها عن محيطها الريفي ويقطع اتصالها المباشر بباقي اليمن فأي مواطن داخل من مدينة تعز يريد الوصول إلى ضاحية الحبان وهي أهم ضواحي المدينة بدلاً من الوصول إليها في ربع ساعة بالتوجه شرقاً يقضي ثماني ساعات بالتوجه عبر طريق جبلي جنوباً سأشرح لكم كيف على المسافر المرور عبر طريق جبلية ضيقة في مديريات صبر للوصول إلى منطقة دمن تخدير ومنها إلى الحبان ويعود إلى مدينة تعز من الطريق نفسها ليقضي أكثر من ثماني ساعات وخلالها يكون عرضة للابتزاز في نقاط التفتيش أو الاختطاف أيضاً وربما الحوادث المرورية المميتة لمدينة تعز طريق واحد يربطها بالعالم من ناحية الجنوب الغربي وتمر عبر مساحة واسعة من ريف المحافظة ويمر عبر منطقة شديدة الوعورة تعرف بهيجة العبد هذه المنطقة اكتسبت شهرة واسعة لحيوية دورها في خدمة المدينة المحاصرة تعز ولكثرة الحوادث التي وقعت فيها والخسائر المادية والاقتصادية عند إغلاق الطريق بفعل تلك الحوادث المرورية أو بفعل الخراب الذي تحدثه السيول هنا في بداية الحرب كان منفذ المدينة عبر وادي الضباب هذا الطريق مغلق بسبب سيطرة الحوثي على الجزء الغربي من تعز إلا أن الطريق هيجة العبد كانت تقدم خدمات للمدينة حيث تصل المواد الأساسية والمساعدات الإغاثية للسكان عبر هذه الطريق وبتكلفة مضاعفة حتى الوصول إلى طرق صغيرة للسيارات في جبل صغير جنوب مدينة تعز هنا استمرار حصار الحوثي لتعز لسنوات أسباب متعددة وأهمها عدم استكمال تحرير المدينة ذاتها والذي قاد إلى نتيجة عكسية بفرض الحوثي الحصار كانتقام وعقاب لا علاقة له بالمكاسب العسكرية تتربع أيضا على أسباب الحصار مبررات اقتصادية ومنها استمرار سيطرة الحوثي على أهم مناطق الانتاج الصناعي في تعز وهي الحبان ما يعود عليها بأموال ضخمة تأتي من الضرائب والإتاوات أيضا فتح الحصار عن تعز سيؤدي إلى نشوء عمليات تجارية كبيرة للحكومة والتبادل للسلع والمنتجات على نطاق واسح في حين أن اقتصاد الميليشيات في هذه المحافظة يقوم على فارق سعر العملة المحلية في مناطق سيطرتها مقابل تدهور سعر هذه العملة في المناطق المحررة هنا اليوم كاميرا الحدث نقلت من تعز أصوات ومطالب لأهاليها نتابع موقفهم من حصار تعز أو من هذا الملف نشاهد مطالب تعز الأساسية معروفة وواضحة للجميع والمجتمع الدولي يعرف هذه المطالب والهدنة كانت على أساس هذه المطالب من مطالب تعز الرئيسية هي فتح الطرق الرئيسية المؤدية إلى تعز بالنسبة للخط الذي يرويق له الحثي الذي افتتحه هو الحثيق الذي يقول أنه سيبتتحه ويجعمون ويفتحه هذا خط عسكري بامتياز هذا الخط الفرعي الذي لا تمر منه إلا الدوب والحمير هو يريد شق هذا الطريق والوصول به إلى موقع الدفاع القوية الذي عقز الحثيق لمدة ثمان سنوات أن يقتحم هذا الموقع العسكري المتوقع لذلك قام بترويق لفتح طريق عسكري من هذا القانب حتى يصل إلى هذا الموقع وهذه من سابعة المستحيلات ولن يقبل به أبناء تعز أطلاقاً ولن يقبل الجيش الوطني لن يكون هذا الخط ضمن الاتفاقات التي أبرمت ولم تكن ضمن اتفاقات الهدنة اتفاقات الهدنة معروفة والأمم المتحدة مشرفة عليه أنه فتح الطرق الرئيسية بغير فتح الطرق الرئيسية ورفع الحصار ونزع الألغام لن ولن يقبل أبناء تعز ولا الجيش الوطني على الإطلاق الحيوثين يلتفون على الهدنة بشقهم لطرق ترابية وعرة وقبلية وبعيداً عن الطرق الرسمية والتي يطالب بها أبناء تعز هذا ليس إلا دليل على إن نوم شقونها لأغراض عسكرية تحت غطاء هدنة أممية وتحت غطاء دواعي إنسانية شكراً للمشاهدة